على مدى ثلاث أشهر تلقى المتطوعين جدد في مركز تدريب البصرة دروساً نظرية وعملية في مختلف الفنون العسكرية وقدم خرج دورة الأمر الإداري 188 في حفل تخرجهم فعاليات عسكرية ورياضية بيّنت المستوى الكبير والراقي للتدريب العالي والمكثف وتم ترديد قسم الدورة وتسليم علمها من الدورة المتخرجة إلى ضباط صف المركز وقدمت فعالية شعرية تغنت بحب الوطن واتدائه بالغالي والنفيس وزعت بعدها الجهاز التقديرية والهدايا على الضباط وضباط الصف والمراتب المتميزين وتم تقديم هدية إلى مدير تدريب الأساسي والتعبوي احتفل مركز تدريب البصرة بتخرج دفعة جديدة من المقاتلين لأمر الإداري 188 هذه الدورة على مدى ثلاثة أشهر تدربت ضمن منهج تدريب معاد من دار التدريب مدرية تدريب الأساسي والتعبوي على التدريب بدني لرفع لياقتهم البدنية كذلك التدريب على التدريب الأساسي وتدريب على مختلف أنواع الأسلحة في الجيش المستخدم في الجيش العراقي كذلك دربناهم على القتال بالمناطق المبنية والقتالات الخاصة تخللت خلال فترة الدورة دروس نظرية ودروس عملية الدروس العملية ما يتعلق بالتدريب العسكري الأساسي ومواضيع تدريب الأسلحة النظري والعملي ومواضيع القتالات الخاصة ومواضيع التعبية ومواضيع منها تنميدان ومواضيع القتال بالمناطق المبنية المتخرجون من الدورة تحدثوا عن أبرز الدروس التي تلقوها في مركز تدريب البصرة طيلت فترة الدورة وأبدو استعدادهم العالي لفداء الوطن والدفاع عنه في كل شبر من أرضه العزيزة الطهرة الحمد للأشكر التقينا الدروس العلمية في إداء الواجبات ونحن نجاهزون لإداء الواجب الوطني في أي مكان يحتاجنا الوطن نحن طلاب دورة 188 دورة النصر والتحرير في مركز تدريب البصرة يتلقنا تدريبات العسكرية الأساسية وتدريبات على جميع صنوف الأسلحة كوكبة جديدة من المتطوعين جدد أكملوا تدريباتهم العسكرية المختلفة ليرفدوا المؤسسة العسكرية بالمقاسرين الأكفاء والمتسلحين بالعلم العسكري الرصين والمخلصين لوطنهم وشعبهم العظيم من مركز تدريب البصرة لإعلام مزارة الدفاع صباح الخزعلي